مشاهدين ساعة الوقت التساعة بتوقيت القاهرة مجزل أهم الأنباء معلمة حمدينة فضليرة شكرا لكي منا التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيب مصر بالمسؤولين والشركات الإيطالية التي تمتلك رصيدا كبيرا في العمل المثمري في مصر جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفدا إيطاليا رفعا مستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنتونيو تاياني وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهدت تباحث حول عدد من الموضوعات التعاون التنائي وكذلك تبادل الرؤى بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما تم تطرق إلى قضية الهجرة غير الشرعية وبحث جهود التعاون في مجال الطاقة قال رئيس الأوكراني بلودمير زلنسكي أن كبار القادة العسكريين الأوكرانيين يفضلون الدفاع عن القطاع الذي يضم مدينة بخموت في شرق أوكرانيا والحق أكبر قدر من الخسائر بالقوات الروسية وفي خطابه اليومي قال زلنسكي أن التركيز الأساسي كان على بخموت مضيفا أن هناك موقفا واضحا للقيادة بأكملها وهو تعزيز هذا القطاع والحق الهنزيمة بالقوات الروسية وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما قال أنها مزاعمة بشأن تورط الناشطين أوكرانيين في تفجيرات خطوط أنابيب الغاز الطيار الشمالي بأنها محض هراء وقال بوتين أن وقوع انفجارا مثل هذا النوع بهذه القوة وعلى هذا العمق يمكن فقط أن يتم من خلال خبراء مدعومين من كل أجهزة الدولة التي تمتلك التقنيات اللازمة لذلك مضيفا أن الولايات المتحدة من الناحية النظرية لديها مصلحة في مثل هذه الحوادث كتفجيرات الطيار الشمالي حتى يتسنى لها تصدير الغاز الطبيعي المسال الخاص بها دعا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة واشنطن لوقف ما وصفه بعمليات التحليق العدائية بعد حدث المسيرة التي أسقطت أو أسقطت بالبحر الأسود من جانبه أيضا أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن واشنطن استدعت السفير الروسي عقب إسقاط مقاتلة روسية طائرة مسيرة عسكرية أمريكية فوق البحر الأسود وقال برايس أن السفيرة الأمريكية لدى موسكو نقلت رسالة قوية إلى وزارة الخارجية الروسية كما أطلع المسؤولون الأمريكيون الحلفاء والشركاء على الحادث خفضت وكالة موديز للتصنيف الاعتماني توقعاتها للنظام المصرفي الأمريكي من نظرات مستقرة إلى سلبية مشيرة إلى بيئة التشغيل سريعة التدهور وأوضحت الوكالة أنها اتخذت هذا القرار في ضوء سقوط ثلاثة بنوك ما دفع المنظمين للتدخل بخطط لإنقاذ المدعين وغيرهم من المؤسسات التي تأثرت من الأزمة حضى رئيس بنك سيليكون فالي بريج الذي أنشأته السلطات المصرفية الأمريكية حديثا ونقلت إليه كافة ودائع بنك سيليكون فالي المنهار حضى جميع العملاء على إعادة إداع الأموال التي سحبوها حتى يتمكن البنك من العمل مجددا من جانبها أكدت المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع أنها ستغطي جميع المدعين في بنك سيليكون فالي حتى بما يتجاوز صقف المائتين وخمسين ألف دولار من الوديعة المشمولة بالحماية يستعد قطع النقل في فرنسا لتنفيذ تأديداته بالتعبئة لليوم الثامن احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد في فرنسا وما يؤثر على وسائل النقل وحركة الطيران وفي المقابل وفي رسالة طمأنة اعتبر وزير النقل أن يوم الإضراب لن يكون يوما أسود في وسائل النقل العام أحرز هالند خمسة أهداف لأقود منشسر سيتي للفوز بسبعية نظيفة على ضيفه لايبزيج في إياب دور الستة عشر لدور أبطال أوروبا لكرة القدم والتأهل لدور الثمانية بعد فوزه بثمانية أهدف مقابل هدف في نتيجة مباريات الذهاب والعودة وفي مباراة أخرى تأهل انتر ميلان الإيطالي لربع نهائي بعد تعادله السلبي مع مضيفه بورتو البرتغالية وكان لقاء الذهاب في إيطاليا انتهى بتفوق الانتر بهدف نظيف ليتأهل الفريق بمجموعة اللقاءين لربع نهائي انتهى موجز التاسعة وعودة مرة أخرى لزميلي مننا ومصطفى لاستكمال باقي فقرات صباح الخريق مصر شكرا لك يا لعك شكرا يا لميو